بعد مناشدة القوات الأمنية العوائل الأنبارية بالخروج من الرمادي حفاظا على أرواحهم بعد وصول القوات الأمنية مراحل متقدمة لحسم الصراع مع تنظيم داعش طالب مجلس محافظة الأنبار بإعداد خطة محكمة لضمان سلامة من تبقى في المدينة عند خروجهم وتأمين المستلزمات الحياتية لهم نطلب من القوات التحالف الدولي وطيران جيش العراقي بالتمييز والتفريق بين الهداف العسكري الهداف التي يقتنها داعش والهداف المدنية الذين مسكن العوائل الأبرياء نطلب منهم التفريق والدقة في القصف والتمييز بين المدنيين الذين اليوم أصبحوا تحت ضيم داعش والقصف إذا أطالهم سوف يؤدي إلى كوارث وفي الوقت الذي توعد تنظيم داعش العوائل في الرمادي بالتصفية الجسدية في حال خروجها من مناطق سكنها ليتخذها دروعا بشرية وعدت القوات الأمنية بفتح ممرات خاصة وآمنة تجنبهم خطر المسلحين هناك تسريق من خلال قيادة عمليات الأنبار وقوات جهاز مكافأة الإرهاب والقطعات المشتركة في عملية الرمادي مع قيادة عمليات مشتركة بتأمين إن شاء الله ممرات آمنة لخروج العوائل فيما يجد متابعون للشأن الأمني إن استراتيجية التي يتبعها داعش باستخدام تلك العوائل دروعا بشرية تحتم على القوات الأمنية الهجوم من جهة واحدة للتقليل من الخسار البشرية وربح فرص جيدة تسهل فتح الممرات الآمنة اليوم القوات الأمنية تستطيع أن تقلل الخسار في صفوف المدنيين بالهجوم من جهة واحدة وأيضا بالضغط على الدواعش وتكثيف عملياتها في محور واحد ما هذا الأمر يتيح للمدنيين أن يستثمروا الجهات الأخرى التي لا توجد فيها عمليات ولابد أيضا أن تكون محمية من قبل الطائرات والطائرات المسيرة لكي تكون هناك غطاء جوي لخروج الأسر وعلى ما يبدو فأن حكومة بغداد أمام عقبة بسط الأمن في المناطق التي يسيطر عليها داعش واتساع موجة نزوح جديدة ما يفرض على الحكومة استيعاب الأمر لا سيما بعد حلول فصل الشتاء لقناة المدى ندى المرسوم